اماناً بدور وسائل الإعلام في الدفاع عن حقوق اليافعات واليافعين في فلسطين وطرح قضاياهم عقدت مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي المؤتمر الثالث لصحة المراهقين والشباب للعام 2022 في رام الله تحت عنوان دور الإعلام في صحة المراهقين والشباب يافعين واليافعات والشباب وخاصة بقضاياهم الصحية والصحية بالمفهوم الأرحب صحة الجسدية والنفسية والجنسية في غياب من الإعلام وهو أصلاً فيه غياب أصلاً على أجندة التنمية بشكل عام ويعقد المؤتمر بالشراكة وبتمويل من منظمة أوكسفام وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة أنقذ الأطفال اليوم عندنا مؤتمر صحة المراهقة الثالث اللي هو بتناول دور الإعلام في صحة المراهقة رح ينطلق هذا المؤتمر وفي عنده ثلاث محاور اللي هي دور الإعلام في صحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب دور الإعلام في التغذية للمراهقين والشباب ودور الإعلام في الصحة النفسية للمراهقين والشباب جمعية إغاثة طبية فلسطينية من المنظمين لهذا المؤتمر والهدف منه بالإضافة للمؤسسات الأخرى إضاحة كيفية إمكانية أن يؤثر الإعلام بشكل إيجابي على صحة الشباب والمراهقين من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية ومن المهم هنا إضاحة كيفية الاستخدام الفعال لوسائل الإعلام لأن الإعلام خاصة الإعلام الاجتماعي الذي تطور بشكل عظيم وكبير جدا يقدم تحدي ويقدم فرص من ناحية ويقدم فرص للوصول إلى المعلومات بشكل واسع وبغير مسبوك التنمية الصحية للشباب الفلسطيني ووصولهم للخدمات دون قيود هو أبرز ما يحتاجه الشباب الفلسطيني يجب توفير خدمات عالية المستوى للشباب بحيث تكون موثوقة ومن السهل الوصول إليها فهم بحاجة لمعرفة أهمية الحصول على الخدمات دون خوف أو عراقيل تحول دون حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه هناك عدة قضايا هامة تتعلق بمعالجة صحة الشباب في فلسطين ومنها كيفية تطويرهم وتنمية صحتهم في ظل التحديات التي يواجهونها ونتطلع اليوم لمناقشة دور وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي وترتيب الأولويات للسلوكيات الذاتية والصحية في التعامل مع وسائل الإعلام وعبر الإنترنت يأتي هذا المؤتمر للتركيز على دور وسائل الإعلام في تناول المعاوقات والمشكلات التي يواجهها اليافعات وليافعون في فلسطين خاصة القيود الاجتماعية في طرح المشكلات الحساسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة